ختاما يقول قلم أديب إذا وصلك إشعار الرسائل في هاتفك المحمول والذي ينبئك بأن اجتماع الحي في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر هو عند فلان من الجيران فاعلم أنك تسكن في الحي الصحيح وأنك تجاور جيرانا أصحا أصحا في كل ما تعنيه مقومات هذه الصحة اعلم أنك تسكن في الحي الذي تأنس فيه إذا استوحشت وتأمن فيه على بيتك وأهلك إذا سافرت وتسعد فيه بمن يقف بجانبك إذا حزنت أو احتفلت يقول الأديب ما قيمة الحي الذي يكون سعر المتر فيه آلافا مؤلفة والجار لا يعرف جاره ما قيمة الحي الذي يسمونه حي راقي والجار يقطع الأشجار الخارجية حتى لا يستضل بها جاره ما قيمة الحي الجديد الذي لا يعرف الجار فيه عن جوع جاره أو شبعه عن صحته أو سقمه عن أفراحه وأتراحه بل ربما عن حياته ومواته ووقفت بنفسي على جيران لم يعرف عن وفاة جارهم إلا في ثالث أيام العزاء نعم ليس كل حي بحي ليس كل حي بحي